اشتركوا في القناة على أن الله هو المدبر لكل شيء أن يقدر الطالب مخلوقات الله وأن يشكر الله على نعمه الكثير أن يميز الطالب كلمة الله أن يكرر الطالب ذكر لا إله إلا الله حيا على الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الأحباء كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وأن تكونوا سعداء فأنا أحبكم كثيراً أحبائي هل سبق أن رأيتم قدة ترضع صغارها؟ من علمها ذلك؟ هل تعلمون من؟ أجل إنه الله خلقها وعلمها كيف تطعم صغارها وانظروا إلى هذا النحل كيف يصنع العسل؟ من علمه العمل بجد وإتقان؟ والتعاون والنظام؟ نعم أحسنتم الله هو الذي خلقها ودبر أمرها وانظروا إلى هذا الجبر العظيم من صنعه وأوجده؟ وانظروا إلى هذه النجوم اللامعة في السماء من أضاءها؟ ومن يمسكها حتى لا تقع على الأرض؟ ومن الذي صنع البحار ووضع فيها الأسماك؟ أحسنتم إنه الله خالق الجبل والحجر والشجر والنجوم والشمس والقمر والبحر وكل شيء ونحن أحبائي قد أكرمنا الله وخلقنا في أحسن صورة وحفظنا من كل سوء ومكروه ونحن في بطون أمهاتنا فالله يا أحبابي هو خالقنا ورازقنا وقد أنعم علينا من نعم عظيمة وسخر لنا مخلوقاته من حيوانات ونباتات وشمس وقمر وبحار وأنهار وجبال لنأكل ونشرب ونركب ونلبس الثياب ونسكن وغير ذلك من النعم العظيمة فالله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق كل شيء وهو ربنا ورب كل شيء فلا إله إلا الله وحده له ملك السماوات والأرض ومن فيهن ونحن يا أحبابي علينا أن نقدر مخلوقات الله عز وجل سواء كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو غير ذلك فلا نؤذيها أو نسي إليها وأيضا أحبائي لما أن الله هو من يملك هذا الكون وما فيه من مخلوقات فهو من يدبر أمرها ويديرها وهو يرانا ويسمعنا في كل وقت وفي كل مكان فإذا احتاج أحدنا شيئا فإننا ندعو الله عز وجل أن يعطينا ما نحتاج وأن يرعانا في كل أوقاتنا ومن الواجب علينا يا أحبابي أن نعبد الله وحده لأنه خلقنا ورزقنا وأعطانا كل شيء وهو يدبر أمرنا فالحمد لك يا ربي أنك خلقتني في أحسن صورة ورحمتني وأنا في بطن أمي ورزقتني المال والطعام والشراب وأكرمتني بالسمع والبصر وأنعمت علي بنعم كثيرة أحبك يا الله لأنك رب الرحمن الرحيم الرزاق الكريم والآن أحبائي انظروا إلى كلمة الله ما أجملها الله الله قولوا معي الله يا له من اسم جميل والآن يا طلاب الأحباء لنردد معا قول لا إله إلا الله أحسنتم مرة ثانية لا إله إلا الله أحبائي أكثروا من ذكر لا إله إلا الله حتى يرضى عنكم الله ويدخلكم جنته الجميلة حيّا على الصلاة حيّا على الصلاة إذن يا طلاب الأحباء خلاصة ما تعلمناه اليوم هي أن الله خالقنا وخالق كل شيء وهو ربنا ورب كل شيء أن الله هو المدبر لكل شيء والمدير لهذا الكون وتعلمنا أيضا أن نقدر مخلوقات الله ونشكره على نعمه الكثيرة وعلينا أن نكثر من قول لا إله إلا الله والآن إلى اللقاء يا أحبائي في درس جديد إن شاء الله